ازايكم عمين ايه يا ربي تكونوا بخير والصحة والسعادة كل سنة وانتوا طيبين بممناسبة شهر رمضان الكريم والممناسبة الجميلة دي طبعا اه هعملكم النهاردة فانوس اه على قد الايد يعني بتاع الناس الغلابة اللي هما يعني مش مش هيقدر يدفعوا تلتمية وربعمية وخمسمية في فانوس للأسف يا دي اسعار اليومين دول احنا بنستخدم معانا النهاردة اه اللي هما التسطين بلاستيك اه مصفتين اسف ومعانا اللي هو البسكت بتاع الزبالة اه عزاكم الله طيب اه بنشتغل ايه طريقة بسيطة جدا وطريقة سهلة جدا هو الفكرة كلها انت بتجمع الثلاث قطع في بعض وبتجمع فيهم دوايا بلمبة لكن اعنا برضو هنشرح الفيديو زي ما انتم شايفين طبعا دي كان الدوايا قديمة عندي اوش دوايا ركبته عشان يكمل الشكل فوق تمام هو شكل بس وركبت الدوايا باللمبة ولزقت الدوايا بالشامعة بعد كده جمعت السلك طويل على حسب بقى انت هتركبه في فيش عندك يعني بتجيب سلك على حسب الطول اللي هتركبه طبعا في النص اللي انا شايفينه ده جماعة بيركب في الشارع تمام او في البلكونة اه بعد كده طبعا بتجمع السلك وبتعزله كويس جدا بلازل يكون كويس طبعا على عشان خاطر لو فيش شيطة ولا حاجة ما يحصلش ايه ما يحصلش يعني ايه ماس كهربائي ولا حاجة تمام طبعا الشكرتون او اللازل ده في منه انواع جماعة تجيبوا النوع الكويس تستخدموه اه بشكل عام يعني بيكون افضل من اللي هو الرخيص اه عشان طبعا دي حاجة مهمة جدا بعد كده جبت الباسكت وعلمت اه بحيس ان انا اه اقطع منه الدايرة اللي انتو شايفينها دي عشان ينور تحت في الجزء اللي تحت اللي هو القاعدة بعد كده خرمت طبعا لو ما عندكش المينكرافت الموضوع سهل جدا لو عندك مكوى ما عندكش مكوى ممكن اه باي حاجة ممكن تسخر مصمار وتخرم بيه بالشكل ده بعد كده جبت الافزان الافزان دي طبعا موجود يا جماعة عندي اي محل بتاعك الصورات اه موجود عنده الافزان دي او في المكتبات بعد كده خرمت نفس الموضوع في الجناب وخرمت فيه المصفى اللي هتبقى فوق اللي انا ركبت فيها اه الدوايا باللمبة نفس الموضوع بالافزان وببدأ اجمعه منفوق اه هو سهل جدا وبسيط ومش مكلف خالص هو يعتبر كله على بعضه اه من غير اللمبة عامل عشرين جنيه يعني البسكت عمل عشرة والمصفتين كل واحد عامل خمسة فعمل عشرين جنيه اه اللمبة بقى على حسب اللمبة موجودة عندك هتجيب لمبة فالموضوع بتهيئة اللي سهل يعني يعني لو كله صرف عليه خمسين جنيه كويس جدا بدل ما تجيب مسلا فانوس ايعمل في عدود تلتميت جنيه دلوقتي لان الصغير بعمل مية ومية وخمسين تمام زي متو شافير ركبته في الشارع طبعا انا معنديش بلكونة البيت عندي نظام بورجي يعني كله كده فما فوهوش بلكونة فركبته في الشارع جميل جدا جدا بالنهار وجميل جدا جدا بالليل اه هتشوفو دلوقتي هوت بالليل اه شكله في قمة الجمال كل سنة وانتو بخير وبصحة وسعادة اتمنى يا رب الفيديو بالنسبة لكم لو مفيد تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير وتشرفوني بالاشتراك في القناة لو مش مشتركين في القناة شكرا جدا جدا وشوفوا الفيديوهات اللي في اخر الفيديو ده السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر